هناك رؤية وهذه الرؤية هناك مواضع اتفاق أيضا كما ظهر في المؤتمر عندما يبدل جانب الفرنسي اهتمامه بقضايا حقوق الإنسانة في ذكر كان واضح من خلال الرد ومدخلة السيد الرئيس أنه أيضا مصر والمؤسسات المصرية والقيادة المصرية لديها نفس الحرص على رعاية ودفع جهود تنمية حقوق الإنسان المصري وأنه أجهزة الدولة باعتبرها هي المسؤولة عن الشعب المصري ومقدراته وتطوره دائما تهتم بهذه القضايا وتعمل جاهدة للارتقاء بحقوق الإنسان في كل المجالات سواء كات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية وتكتسب وتستفيد من خبرة شركائها من خبرة المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال ومن التفاعل المجتمعي القائم داخل مصر وهنا أنوه إلى استراتيجية الوطنية التي سيتم الإعلان عنها قريبا في مجال حقوق الإنسان لتصبح مصر من الدول القليلة التي سوف تعتمد استراتيجية وطنية شاملة يتم بلورتها من خلال الحوار والتناول المجتمعي لأطياف عديدة من الشعب المصري التي تكون هي المعيار التي يتم من خلاله التعامل مع هذه القضية وتناول أجهزة الدولة لها